بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الوحدة السابعة تطور الدلالة تطور الدلالة ظاهرة شائعة في كل لغة يلمسها كل دارس لمراحل نمو اللغة وأطوالها التاريخية وهو عند المتشائم بمثابة الداء الذي يندر أن تسلم منه أي لغة بينما يعده من يؤمن بحياة اللغة ومسايرتها للزمن أنه ظاهرة طبيعية دعت إليها الضرورة ملحة ولقد تطور الدلالة ألفاظ اللغة العربية وتوسعت معانيها لتعبر عن معاني جديدة لم يألفها العرب من قبل وإذا تتبعنا تاريخ اللغة العربية نجد أن كثيرا من ألفاظها تطور من المحسوسات إلى معاني مجردة فكلمة برهان مأخوذها من برها الرجل أي ثاب جسمه من بعد علة ثم أصبحت تدل على الحجة لما فيها من بيان ونصوح كما أن ألفاظ اللغة تتغير معانيها تبعا للأزمان والمراحل التي تمر بها اللغة وفقا لحاجات الناس إلى معاني جديدة فكثير من ألفاظ اللغة انتقلت إلى معاني لم تكن معروفة من قبل فالأجير على سبيل المثال كانت تدل على العامل المستخدم وأصبحت الآن في عرف السياسيين تدل على من يخون وطنه ويعمل لغير صالحه كذلك لفظة الشيخ لرجل المسن استخدمت فترة من الزمن كلقب اجتماعي للشخص الذي يتمتع بوجاهه ثم تحددت الآن للعالم المتفقه في الشريعة وهي في أصلها تدل على الرجل المسن وقد أبان الدكتور إبراهيم السمرائي في كتابه التطور اللغوي أثار الاستعمال اللغوي الجديد على معاني الألفاظ في مفهومها السابق فذكر أن شجب على سبيل المثال كانت تستعمل بمعنى حزنة لكن معناها المعاصر استنكر كلمة احتج معناها في كتابات المتقدمين احتج بالشيء أي اتخذه حجة ليس غير ولكن المراد منها في لغة السياسيين اليوم استنكرت الصنيع فاحتج يعني استنكر واحتجيت بمعنى استنكرت الصنيع أسباب تطور الدلالة هناك أسباب دعت إلى تطور هذه الدلالة إما بالاتساع أو التضييك أو الرقي أو الانحطاط بشكل عام من أهمها الحاجة هناك حاجة دعت المجتمع اللغوي إلى التصرف في اللغة ونقل ألفاظها إلى معاني لم تكن معروفة فالفسق لا يعرفه العرب إلا في مظهر المادي وهو خروج الرطبة من قشرها ولكن نقلت في الإسلام إلى معنى الإفحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه وكذلك لفظ الزكاة والكفر والصوب وغيرها دعت الحاجة إلى استخدامها في أساليب ومعاني جديدة انتقال المجتمع من حياة إلى حياة أخرى يعد من دواعي تبدل المعاني من معاني الألفاظ والاستغناء عن بعضها فتطور الاجتماعي مثلا والثقافي الذي يعد أحد أسباب تغير المعنى تعرض له علماء العربية فذكروا أن هناك كلمات أحدثها الإسلام لم تكن معروفة مثل الجاهلية كلمة جديدة اسم حدث للزمن الذي كان قبل البعثة أيضا كلمة المنافق الذي يبطن خلاف ما يظهر إذ كان هناك قوم أظهروا الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خاصة ظهر هناك من أظهر الإسلام وأبطل الكفر وغير ذلك من الألفاظ التي عبرت عن حياة المجتمع الجديد إساءة الفهم أحيانا قد تكون من تغير المفهوم أو تغير الدلالة فالانحراف واستعمال اللفظ في غير ما وضع له أحد الأسباب التي تؤدي إلى نقل الألفاظ من معناها إلى معنى آخر فقد يحدث أن يسمع شخص لفظا ولكن يسيء فهمه أو تكون دلالته غير واضحة فيستخدمه في معنى مغاير لا يمت إلى معناه الأصلي وقد أبان ابن قتيبة في كتابي ما يضعه الناس في غير موضعه كيف أن الحشمة هذه اللفظة يضعها الناس موضع الاستحياء وهي تعني في الأصل الغضب وقد مرت ألفاظ العربية عبر تاريخها الطويل بأحداث مختلفة وظواهر اكتسبت فيها دلالات عبرت عن المفاهيم الحضرية والثقافية بإدق التفاصيل وأحلى الأساليب كما نبذت وطراحت بعض الألفاظ والتعابير التي لم تعد تحمد في الاستعمال ما مظاهر تطور الدلالة كيف تتطور الدلالة ماذا نعني بتطور الدلالة هذا هو موضوعنا في هذه الجزئية أولا مظاهر تطور الدلالة قد أو رقم واحد تتغير الدلالة بالاتساع وهو ما يسميه العلماء تعميم الدلالة وهو أن يكون معنى اللفظ محصورا في معنى محدد ولكن نتيجة للتطور والرقي الذي يتعرض له المجتمع تفرض الحاجة إلى التوسع في معناه وإلى إعطائه دلالة جديدة أملتها الظروف المتغيرة فكلمة سيارة على سبيل المثال كانت في الماضي تعني القافلة ولكن توسع في معناها وأصبحت الآن تدل على وسيلة النقل المعروفة يعني تدل دلالة واسعة وعامة وكذلك كلمة قطار كانت تدل فقط على قطار الإبل تشد عندما تشد على نسق واحد خلف واحد وتوسع في معناها لتدل على قطار السك الحديدي هذا انتقال وتوسع في المعنى وأصبحنا نسمع عن تذوق الشعر فعممت دلالة التذوق لتشمل المحسوس وغير المحسوس وكلمة البأس كانت تطلق فقط على الحرب ثم أصبح تطلق على كل شدة ويطلقون اسم الورد على كل زهر وهكذا ثانيا من مظاهر تغير الدلالة قالوا تغير الدلالة بالتضييق وهو ما يسميه العلماء تخصيص الدلالة تكون عامة ثم تصبح تدل على شيء مخصوص وهو أن يحصر المعنى الدلالي للكلمة في دائرة معينة بحيث لا يتعدها فبعد أن يكون مدلول اللفظ عاما شاملا يضيق المعنى ويخصص لشيء معين مثل كلمة صوت كانت في الماضي تعني النداء بصوت مرتفع ولكن الآن تدل على المفهوم الالتخابي وفي المحافل الدولية بمعنى أيده ووافقه على القرار أو المشروع أو صوت ضده إذا رفض ولم يوافق فهنا تغير معناها من معنى النداء بصوت مرتفع إن أصبحت تعني أمر مخصوص نفض السفير كانت تعني الرسول والمصلح بين القوم وكل من أرسل في أمر على شأنه أو قل كان يسمى سفير لكنها أصبحت الآن تدل على مبعوث الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث إليها يعني السفراء المعنيين لدينا في الكلفظ السياسي كلمة حرمة بعد أن كانت تطلق على كل محرم تطلق على كل محرم لا يمس صارت تدل فقط على المرأة اتساع وتضييق الآن ظهر آخر جديد من مظاهر تغير الدلالة قالوا انحطاطها كانت تدل على معنى جميل وراقي ثم أصبحت تدل على معنى منحط يحدث أحيانا أن يكون لللفظ معنى راق إلا أنه بمرور الزمن والظروف الاجتماعية تنحط الدلالة وتصبح مبتذلة فكلمة الحاجب مثلا كانت تدل في دولة الأندلس على رئيس المزراء ولكن ابتذلت دلالتها وتستعمل الآن في معنى خادم وكذلك الحال في كلمة بهلول بمعنى السيد فيما مضى ابتذل معناها لتدل على من يقوم بأعمال مرحكة وكان معنى اليد الطولة السخاء مفهوم اليد الطولة كان يدل على السخاء والكرم كما في الحديث ثم صارت اليوم تدل على السارق فيقال فلان يده طويلة أي سارق عكس هذا أن ترقى الدلالة تكون تدل على أمر عادي أو أمر بسيط ثم تشبح تدل على أمر راقي وأمر شامي وأمر أعلى كما يحصل فكما يحصل انحطاط في دلالات الألفاظ يحصل هناك رقي وإن كانت مظاهر تخصيص الدلالة هذا طبعا هذا النقطة مهمة أن مظاهر تخصيص الدلالة وانحطاط الدلالة هما الأشهر من توسيع الدلالة وتطور الدلالة يعني الأربعة هناك إثنان أشهر من البقية فبعض الدلالات نتكلم عن رقي الدلالة على وجه الخصوص بعض الدلالات قد يتغير معناها إلى معنى راق وقد ذكر إبراهيم أنيس أن مارشال على سبيل المثال كانت في أول أمرها تدل على خادم الاستبل يعني أمر منحط أو مفهوم منحط يعني ثم رقت الدلالة وأصبحت تدل على رتبة ولقب عسكري وإذا أمعنا نظر في لفظ رسول مر معنا قبل قليل تدل على من يرسل في أي أمر كان وهذا أمر عادي بسيط فهو يرسل في أي أمر كان عظم أو تفو لكن عندما جاء الإسلام أخذت مفهوما ساميا حيث تدل الآن على الشخص الذي أوحي إليه برسالة وأمر بتبليغها هذا من تطور ورقي في الدلالة لفظة الشجاع كما توضحها المعاجم كانت تعني فيما مضى الثعبان لكنها ارتقت دلالتها فيما بعد فأصبح تدل على الشخص البطل المحارب أو تستخدم صفة لإنسان يتمتع بالجراءة وقول الحق إلى هنا ننتهي من باب الدلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته